النزوح في الصحراء خرقنا هرابة في الصحراء خرقنا الأمور إحنا كلها في الصحراء خرقنا في الصحراء مشايح الصحراء كانت الملاذة الأخيرة لأم محمد وأطفالها الثمانية بعد دخول ميليشيا الحوثي مدينة الحزم وهو النزوح الثاني لهذه الأسرة إذ سبق وأن نزحت من الحديدة إلى الجوف في رحلة شاقة شاءت الحرب أن تستمر ومعها تتسع حاجتهم لمأوى يليقوا ويحفظ كرامتهم تحت هذه الخيام نحن في أداب مش نحن أداب لا حمامات لا فلوس لا أكلهم لا غازات مآهن ولا مآهن ولا حاجة ولا شيء مآنا لا فرش لا هربنا إن أمور إحنا كلها خليناها في القوف هربنا إنه الكبار ليس وحدهم من يتجرع مررة الواقع ويسردون تفاصيله الموجعة الأطفال أيضا تتقن أعينهم رواية النزوح وفقدانات الحرب هكذا يلخص المشهد وضع النازحين من الجوف إلى مأرب البالغ عددكم أكثر من 25 ألف أسرة وفقا للوحدة التنفيذية جميعهم يعانون ظروفا قاسية بانتظار وعود المنظمات والحصول على بطاقة أو اسم في قوائم مساعداتها التي لم تتحقق حتى الآن عدم قدمته منظمة الهجرة الدولية ومركز سلمان الإغاثة من خيام رديئة وقليلة لا تغطي الأعداد المتزايدة للنازحين إضافة إلى افتقار هذه الخيام لدورات المياه الخاصة وما يحتاجه النازحون من غذاء وإيواء مناسب لو عطيت الأسرة النازحة خيمة يعني سل قذائية لا يدري بما يفعل بسل قذائية بدون ما يجد معها أدوات مطبخ سل إذا وجد الخيمة بدون صرف صحي بدون حمامات يعني غير صالحة للعج يعني بدل ما أنت تريد أن تنقل هذا النازح من المعاناة تضيفه إلى معاناة فوق المعاناة الأولى خيام في مخب الريح والغبار وأطفال فروا من قبضة الموت فشاخوا مبكرا إنها الحرب رواية اليمنيين ومأساةهم العالقة في الأذهان منذ خمس سنوات فكان النزوح والخيام أهم فصولها هو النزوح الثالث بالنسبة لهؤلاء حيث صاروا بلا مأوى بلا معيل بلا مستقبل واضح على الجرادي قناة بلقيس مالذي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر